اشتركوا في القناة جمع بينهما على استاد البحر الوطني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور الدرجة الأولى لكرة القدم تقدم الحالة عبر اللعب علي مونير في الدقيقة التاسعة والعشرين قبل أن يعادل اللعب كوميل الأسود نتيجة للرفاع في الدقيقة الثالثة والأربعين ليتقاسم بذلك الفريقان نقاط المباراة من جانبين فرد فريق نبسيتين في صدارة مؤقتا بعد فوزه على الأهل بهدف دون مقابل أدف المباراة الوحيد جاء عن طريق اللعب عبدالله العجمي بعد مرور 11 دقيقة على بداية الشوط الأول ليستفع رصيد لبسيتين لسبع نقاط ويبقى الأهل بثلاث نقاط هذا وتستكمل مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدور حين يواجه فريق المحرق حمل اللقب جاره الحد بطل كأس الملك في الثامن والربع على استاد البحر الوطني في قمة مباريات الجولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر